نقولها بوضوح البرلمان الأوروبي هو منصة فرنسية للهجوم على المغرب يستعمل لمصالح فرنسية وليس لمصالح أوروبية هذا ما يجب الانتباع إليه الكثير من الدول الكثير من الممتلين داخل البرلمان الأوروبي لا يشاركون هذه المسألة ولكن يبدو بأن هناك هيمنة فرنسية وتوجيهه لماذا؟ لأن هناك أزمة مع المغرب حللنا هذه المسألة سابقا وقلنا بأن فرنسا لا تريد من المغرب أن يكون قوة إقليمية تنافس فرنسا اليوم هي تنافس فرنسا داخل غرب إفريقيا ينافسها في منطقة المتوسط هذا الصعود هو يقلق فرنسا لهذا هي تعمل إلى استعمال هذه المنصة وتدافع عن دولة التي هي الجزائر التي هي مرحقة فرنسية هذا واضح هذه المسألة حتى هذه المسألة التي يقال بأنها عشية زيارة عشية زيارة تبون الزيارة يبدو بأنها أرجئت لماذا؟ لأن فرنسا هي مطالبة أيضا بحل مشكل داخل الجزائر من الأجنحة من سيكون رئيس المقبل أكثر من هذا معنى أنها تحمي الجزائر جزائر وتدافع الجزائر وتتستر عن فضائحها وفي نفس الوقت هي تهاجم المغرب في محاولة منه يعني أنها توظف كل آلية الهجوم على المغرب الذي بات قوة إقليمية ولا يمكن أن تؤثر الأمور المتعلقة بما يصدره البرلمان الأوروبي على المغرب لماذا؟ لأن الكل يتضح ليه بأن الصراع هو فرنسي مغربي تستعمل فيه منصة البرلمان الأوروبي ترجمة نانسي قنقر